حرق أو حروق الشمس حرق الشمس من اسمه كده هو حرق بمعناه ومفهومه المعتاد يعني الناس ممكن تقول إيه حرق يعني الحرق اللي هو بتاع النار لا ما هو حرق النار حرق مواد كيمائية حرق الشمس هو مفهومه زيهم حرقة الشمس أو حروق الشمس زيها زي كل أنواع الحروق وبيكون معرض له أي شخص سواء الأطفال أو الكبار وده طبعا في حال تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة وتحديدا الأشعة يعني الفوق بنفسجية النوع منها اللي هو فوق بنفسجية واللي بتكون مكسفة جدا في الفترة من 11 الظهر إلى الرابع عصرا لفترة طويلة يعني مش أي حد هينزل الشمس هيجي له حرق الشمس لا هو لازم هي الشروط أنه هو يكون تعرض للشمس فترة طويلة جدا وتحديدا في الفترة ما بين 11 صباحا و4 عصرا تمام وهو ما بيكونش فيه بقى استعدادات لحماية الجلد ده أو إذا كان الجلد ده أصلا كان على حالة من الضعف تسمح باختراق أشعة الشمس الضرة له على فكرة الجلد لما بيبقى يعني هقول لكم حاجة حاجة تستغربوها شوية يعني الناس في المصايف مثلا الأطفال واللي بيكسلوا أنهم ما ياخدوا دش بعد ما ينزلوا المية يعني يقولوا إيه ما أنا هنزل تاني بعد شوية بقى مش كل شوية أخدوش وجود الملح على جسم الطفل أو الكبير يعني ده إذا كان نزل البحر أو وجود الكلور على الجسم من غير ما المية يعني تزيل هذا الملح أو هذا الكلور ده بيخلي الجلد على حالة من الضعف الناس اللي عندهم أنيميا مثلا بيكون جلدهم على حالة من الضعف الناس اللي عندهم نقص في الفيتامينات وتحديدا فيتامين بيه المركب بيكون جلدهم في حالة من الضعف وزي ما قلت لحضراتكم أن الكل معرض للإصابة بحروق الشمس كل الناس معرضة لكن أصحاب البشرة الصمراء أو الناس الصمر محظوظين أكتر أنه هم الأقل عرضة للإصابة يعني كل ما البني آدم بقى لونه أميل إلى الصمر كل ما فرصة إصابته وحرق الشمس بتكون أقل وطبعا زي ما لسه بقول أن الكل معرض للإصابة ولكن الإصابات في الأطفال بتكون أكتر من الكبار يعني عدد الأطفال اللي ممكن يصاب أكتر بكتير من الكبار وده نتيجة أن جلد الأطفال بيكون أهرأ وحرق الشمس زي ما قلت لحضراتكم زي باقي أنواع الحروق إيه اللي بيحصل في الحروق؟ الجلد بيكون فيه أحمر وساخن وفيه ألم يعني الجلد بيكون مؤلم في الحالات الشديدة من الإصابة ممكن يظهر إيه؟ افتكروا كده لا قدر ألا يعني الحروق أي حد شاف حتى المنظر بعد الشر عليك وهي ما يكونش مر بالتجربة بسي شاف المنظر ممكن يظهر على الجلد ده فقعات ممكن جسم المصاب تظهر عليه الأشعرة أو القشعريرة ترتفع درجة حرارة الجسم ككل يكون فيه ألم شديد في الراس شعور عام بالإعياء كل دي أعراض مرتبطة بالحروق ومنها حروق الشمس ترجمة نانسي قنقر